السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد فهذه ليلة الاثنين الموافقة للرابع من شهر ربيع الأول لعام ألف واربعمائة واثنين واربعين من الهجرة الموافقة للحادي والعشرين من شهر أكتوبر لعام الفين وعشرين ونحن الليلة بفضل رب العالمين على موعد مع اللقاء السابع عشر من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان ولازلنا نتحدث عن مقتضيات شهادة أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالوا بنا من الليلة هكذا بلا مقدمات تلبية لرغبة الأحبة لنختم الحديث عن هذه الشهادة العظيمة الجليلة بوصف النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه ما أعظمه وأجله وأشرفه من موضوع وما أكرمها الليلة ورب الكعبة من كلمات هيا أعرني قلبك وسمعك وعش معي بكل كيانك هذه الكلمات في وصف خير البريات صلى الله عليه وسلم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي كالشمس كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أممي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد صلى الله عليه وسلم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا من له الأخلاق ما تهوى العلا يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء أما الجمال فأنت شمس سمائه أما الجمال فأنت شمس سمائه وملاحة الصديق منك أياء فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضى الكثير تحلم ورياء وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء وإذا قضيت فلارتيابة كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ضماء وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أنما ملكت يداك الشاء وإذا بنيت فخير زوج عشرة وإذا ابتنيت فدونك الآباء وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء يا أيها الأمي يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباغ المعجزات غناء صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء نعم أيها الأحبة لقد أكمل الله جل وعلا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم المحاسن خلقا وخلقا فهو أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسن وفضلا وأرجحهم عقلا وأفضلهم رأيا نعم لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وكان أزكى الناس وكان أزهد الناس وكان أشد حياء من العذراء في خدرها وكان أقبل الهدية ويكافئ عليها وكان لا يستكبر عن إجابة دعوة الأمة والفقير والمسكين وكان يغضب لربه ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم وكان يعود المرضى ويشهد الجنائز وكان أشد الناس طواضعة وكان أسكن الناس من غير كبر ولا خيالاء كان ألبس شملة ومرة يلبس بردة يمانية ومرة يلبس سطرة صوف ما وجده أمامه من لباس ميسرا لبسه وما وجده أماما من مركب ميسرا ركبة يركب مرة فرسة ومرة بعيرة ومرة بغلة ومرة حمارة ومرة يمشي على رجليه ومرة يمشي حافيا بدون نعلين يجلس مع الفقراء ويؤكل المساكين ويكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف بالبر لهم والود معهم ويقبل معذرة المعتذر إليه ويمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا ويسابق زوجاته أحيانا في السفر وترفع الأصوات عليه من بعض الأعراب الجفاه فيصبر ولا يغضب ولا يحتقر مسكينا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه ما ضرب أحدا قط لا خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله وما غضب لنفسه قط إنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثما ولم يكن فضا ولا غليظا ولا سخابا بالأسواق وما كان يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح وكان من خلقه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ من لقيه بالسلام وما أخذ أحد بيده قط فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى يرسلها الآخر ولم يكن يعرف في مجلسه ليس له مكان مخصوص أو ليس له جلسة بعينها وإنما كان يجلس حيث انتهى به المجلس وكان أدعو أصحابه بكناهم فيقولوا يا أبا بكر يا أبا فلان يا أبا فلان إكراما لهم واستمالة لقلوبهم ومن لم تكن له منهم كنية كالناه وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا وكان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وصدق ربي جل جلاله إذ يزكيه تزكية كاملة فيقول له وإنك لعلى خلق عظيم لقد كان النبي يا إخواني آية من آية الله وعجيبة من عجائب هذا الكون كله فهو رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط السماء بالأرض بأعظم رباط وأشرف يصله وهو رجل حرب يضع الخطط بل ويقود الجيوش بنفسه وإذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وفر الأبطال من حوله قام صلى الله عليه وسلم لينادي بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهو رجل دولة استطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تمجب الكفر والجهل موجا فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق وهو صلى الله عليه وسلم أب ورب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات من نفقات الفكر والعواطف والشعور والتوجيه والتربية فضلا عن النفقات المدية فيقوم صلى الله عليه وسلم بهذا كله على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ وهو رجل دعوة وهو رجل دعوة أخذت الدعوة وقته وعقله وفكرة وروحه وعرقه من يوم أن قال له ربه جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر فقام بأبي وأمي وقلبي وروحي ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول ربه جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهو رجل إنساني من طراز فريد لم تعرف البشرية له نظيرا ولا مثيلا تصور أن تأخذ الأمة الفقيرة يده صلى الله عليه وسلم أو أن تطلب منه حاجة فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقضي لها حاجتها ولا يدع النبي صلى الله عليه وسلم الأمة حتى تدعه كأنه ما خلق إلا ليضمض جراح المجروحين كأنه ما خلق إلا ليمسح دموع البائسين كأنه ما خلق إلا ليذهب آلام المتألمين وهو مع كل ذلك رجل عابد خاشع أواب تواب لا يشعر بالأنس ولا بالسعادة إلا في محراب العبادة بين آدي ربه حتى تورمت قدماه فقيل له يا رسول الله أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبد شكورا فلما أراد ربنا جل وعلا أن يقدم لدنيا الناس قدوة لا تبلى ولن تبلى بعثه صلى الله عليه وسلم ليكون أعظم قدوة عرفتها الأرض وصدق ربي جل وعلا إذ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أيها الأحبة تعالوا معي لنتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عيننا وبين أيدينا ونحن ننظر إليه نظر المحب نظر المؤمن الذي آمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا لنصف جمال خلقه وحسن صورته وما أجمل وأرقى أن نستهل هذا بقول شاعره المؤيد المسدد حسان بن ثابت إذ يقول له وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأا من كل عيب لأنك قد خلقت كما يشاء يحل لي أن أقرأ البيت هكذا يقول له وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأا من كل عيب لأنك قد خلقت كما يشاء صلى الله عليه وسلم نعم لقد رزقه الله جل وعلا جمال الخلقة وقوة العقل ودقة الفهم وفصاحة اللسان وقوة الأعضاء وتناسقها وجمالها وشرف النسب وكرم الأصل ولا أريد أن أقف الليلة مع كل حديث بسنده وإلا لطال الوقت جدا لكن من مجموع الأحاديث والآثار الصحيحة الثابتة التي وصفت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لكم لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل وأحسن الناس وجها كان وجهه كالقمر ليلة البدر كان أبيض مليحا كأنما صيغ من فضة كان أبيض مليحا كأنما صيغ من فضة إذا سر أي إذا فرح وتهلل استنار وجهه كأنه قطعة قمر إذا فرح إذا فرح وظهر الصرور على وجهه استنار وجهه وتلألأ وتهلل كأن وجهه قطعة قمر وكان كثة اللحية أدعج العينين أي أسود العينين أقنى الأنش واسع الفم جميل الأسنان حسن الثغر واسع الصدر عظيم المنكبين وكان ربعة من القوم ربعة من القوم أي ليس بالطويل ولا بالقصير بسط الكفين ضخم القدمين تشبه قدماه قدمي خليل الله إبراهيم وأنت رأيت هاتين القدمين الكريمتين على الحجر المقابل لباب الكعبة زادها الله تشريفا فكان نبينا بسط الكفين ضخم القدمين وإذا مشى كأنما ينحط من صبب أي كأن الأرض تطوى له طي خاتم النبوة عند كتفه اليسرى مثل بيضة الحمامة كما وصفه بذلك جابر ابن سمرة ولله ضر حسان أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كأن النور يخرج من بين ثناياه يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم أرى قبله ولا بعده مثله ويقول البراء بن عازب ما رأيت من ذي لمة واللمة هي الشعر الذي ينزل على الكتفين الذي يتجاوز شحمة الأذنين يقول البراء بن عازب رضي الله عنه ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البراء أيضاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وكأن عنقه إبريق فضة وكأن عنقه إبريق فضة وفي سنني الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ولما وصفته الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت إن الشمس طالعة هل تنبرت؟ لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت إن الشمس طالعة وقال جابر ابن سامرة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما في ليلة أضحيان يعني في ليلة مقمرة يقول فأخذت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول جابر فوالله لقد كان النبي في عيني أحسن من القمر لقد شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا كأن ثيابه أطلعنا من آزاره قمرا أما شعره فكان إلى أنصاف أذنيه أو كان تجاوز أحيانا شحمتي أذنيه وشعره شديد السواد ليس بالجعد القطط ولا بالسبط أي ليس بملتف ولا بمسترسل بل بين ذلك وذاك ومن أحلى وأجمل ما وصفه به خادمه أنس رضي الله عنه أنه قال في وصف كفيه وطيبه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لي أف قط ولا قال لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه هكذا وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله وما شممت مسكا ولا عنبر أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضليع الفم أي واسع الفم بليغا مفوها طيب القول طيب الريح بل كانوا يأخذون عرقة ليكون أطيب طيبهم عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا قال أي نام في وقت القيلولة في وقت شدة الحر فعرق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام قال أنس وجاءت أمي بقارورة أم سليم فجعلت تسلت عرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القارورة أي الزجاجة فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين فقالت هذا عرقك يا رسول الله نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب وتعالوا لنعيش مع هذه الكلمات الرقراقة وأنا أظن ورب الكعبة لو اجتمع بلغاء الأرض وفصحاؤهم ليصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أن يصفوه بما وصفته به هذه المرأة في الصحراء إنها أم معبد رضي الله عنها حين مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوم الهجرة فوصفته وصفا جميلا وهي السيدة عاتكة من تخالد رضي الله عنها وعرفت بكنيتها بأم معبد وقد أورد حديثها عدد من الأئمة في مصنفاتهم وهو حديث صحيح بشواهده ومنهم من حسنه بشواهده رواه الإمام البغوي في شرح السنة ورواه الحاكم في المستدرك وقال الحافظ بن كثير حديث مشهور ومروي من طرق يشد بعضها بعضا تقول أم معبد رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة مهاجرا للمدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله بن ريقت مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت برزة يعني كانت امرأة كهلة كبيرة في السن تبرز أي تظهر ولا تحتجب احتجاب الشواب أي الفتيات الصغيرات تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم من يمر عليها فمر عليها رسول الله مع أبي بكر ومع عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقت فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملين مسنتين أي نفد زادهم وأصابهم الجوع والعطش فنظر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شات في كسر الخيمة أي في جانب الخيمة فقال ما هذه الشات يا أم معبد قالت شات خلف الجهد عن الغنم يعني شات هزيلة لا تقدر على المش مع الغنم للرعي فذهب الغنم للمرعى وبقيت هي في الخيمة فقال عليه الصلاة والسلام هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك أي لا يمكن أن يكون بها لبن فقال عليه الصلاة والسلام أتأذنين لي أن أحلبها قالت بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها وتأمل هذه المرأة حين تفدي رسول الله بأبيها وأميها معنى أول لقاء بينهما وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أسر قلبها وحل بسويدائه حبا وتقديرا لما رأت عليه من مخايل وعلامات النبوة ومهابة الفضل والشرف والعز والنور والمكانة ولما كان يتعامل به معها من أدب واحترام وتقدير فقالت له بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها فدعا بها أي بالشاتي صلى الله عليه وسلم ومسح بيده ضرعها وسمى الله جل ثناؤه ودعا لها في شاتها فتفاجت عليها أي فتحت ما بين رجليها للحلب لكثرة ما اجتمع في ضرعها من اللبن ببركة دعائه وببركة مسحه على الضرع عليه الصلاة والسلام فقالت أم معبد فدرت واجترت فدعا النبي بإناء يربض الرهط يربض الرهط أن يكفي لإشباع رهط من الناس من ثلاثة إلى عشرة حتى إنهم إذا شربوا تثاقلوا فربضوا أي ناموا فحلب بها ثجا الحلب يسيل سالانا من ضرعها لوفرته حتى علاه البهاء أي حتى امتلأ الإناء بهذا الحلب وصار أعلاه رغوة اللبن المعروفة التي تلمع وتتلألأ فقالت أم معبد ثم سقاها انظروا إلى الأدب والخلق سقاها أولا قبل أن يشرب وقبل أن يشرب من معه حتى رويت أي امتلأت وشبعت وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب آخرهم ثم شرب آخرهم ما أشرفه وما أكرمه وما أعظمه من تواضع ومن حسن خلق بدأ بصاحبة الدار ثم أعطى أصحابه ليخدمهم وهو أشرف الخلق ثم شرب آخرهم قالت أم معبد ثم أراضوا أراضوا أي شربوا مرة أخرى بعد مرة قال ثم حلب في الإناء مرة ثانية حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها فقل ما لبث حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا مخهن قليل أي من شدة الضعف والجنب والقحط فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه ذلك وقال من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت قالت لا والله إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال صفيه لي يا أم معبد انظروا إلى وصف المرأة التي تعيش في الصحراء واتوا واجمعوا البلغاء والفصحاء ليصفوا إمام الأنبياء بمثل ما وصفت به هذه السيدة الجليلة الفاضلة صفيه لي يا أم معبد فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة أي ليس بضخم البطن ولم تزر به صعلة أي ليس بنحيل ضعيف وسيم قسيم أي حسن وضيء بين الحسن في عينيه دعج أي شديد سواد العين مع اتساعها وشدة بياضها وفي أشفاره وطف أي شعر رموشه طويل منثن وفي صوته صهل أي بحة يسيرة وهي أبلغ في الصوت من أن يكون حاد وفي عنقه صطع أي نور وبهاء وفي لحيته كثاثة أي وفرة وكثرة أزج أقرا أزج أقرا أي متقوس الحاجبين مع طولهما ونقتهما إن صمت أي إن سكت علىه الوقار وإن تكلم سماء أي ارتفع برأسه وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأجلاه وأحسنه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن أي جميل الكلام بليغ فصيح حلو البيان ربعة أي بين الرجال لا تشنأه العين من طول ولا تقتحمه عين من قصر أي ليس بالطويل ولا بالقصير بل هو مهاب جميل مقبول اسمع غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة وأحسنهم قدرة له رفقاء يحفون به إن قال أنصط لقوله وإن أمر تبادر لأمره محشود محفوض يجتمع عليه أصحاب ويخدمونه ويسرعون في طاعته محشود محفوض لا عابس ولا مفند أي جميل الوجه بشوش متبسم طلق متهلل مبتهج منشرح قوي الحجة والمنطق والرأي بشوش وهو مطارد في يوم الهجرة فقال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا أمره بمكة والله لقد همنت أن أصحبه ولا أفعلن ذلك إن وجدت إلى ذلك سبيلا فأصبح الناس يسمعون صوتا عاليا بمكة ولا يدرون من صاحب الصوت يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حل خيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمدي فيال قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤدني ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سألوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي فلما سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه هذه الكلمات رد عليها هو الآخر بكلمات جميلة رقيقة رقراقة فهل ستملأ هذه الكلمات في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبنا قلوبنا حبا وإجلالا وتعظيما وتكريما واتباعا وطاعة وتخلقا بأخلاقي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو الله جل وعلا أن أكون قد جليت شيئا من جمالي خلقه أما جمال خلقه فهذا ورب الكعبة يحتاج إلى لقاءات بعد لقاءات بعد لقاءات أسأل الله جل وعلا كما آمنا به ولم نره ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلة وأسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بورود حوضه الأصفى وأن يسقينا من هذا الحوض الأزهر المبارك بيده الشريفة شرمة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته